لا تنتهي قصص الألم العراقي ولا يبدو أن هناك من يحاول أن ينهيها واحدة من تلك القصص ما يجري في قرية صغيرة تابعة لقضاء شط العرب في محافظة البصرة والمحاذي للحدود الإيرانية حيث سقط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح في غضون سنوات قليلة بسبب الألغام وبقايا المخلفات الحربية نحن قضاء شط العرب منطقة حي البتران وهذه المنطقة تربط بين إيران وبين العلاق هذه الحدودية فنشتغل بها نطلع العالم قاطع جوع منطقة نطلع يالي يطلعين بتر يعني حتى مسافة غريبة عني بيوتهم أكو الغام أكو صواري خطي على العالم هذه إذن قرية جرف الملح التي صارت قرية البتران لفرط ما بتر من أعضاء أبنائها الباحثين عن لقمة العيش واستحقوا للموت التي خلفتها الحروب المتعاقبة أكثر الإصابات التي حدثت بين جامع الفافون ونحاس الذخائر الحربية الذين ألجأتهم الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على ما يقيتهم المنطقة التي شهدت معارك ظارية في السابق تحولت إلى مسرح للكثير من الصور المأساوية التي تعبر عن الواقع الذي يعيشه العراقيون اليوم وسط إهمال حكومي وعجز عن إيجاد الحلول لإنقاذ أرواح أبناء المنطقة أو معالجة الإصابات البليغة التي لحقت بآخرين ممن عملوا في هذه التجارة المميتة ورغم مرور كل تلك السنين فإن القرية المنكوبة ما زالت تعيش في فقر متقع ومع ذلك فليس هناك معالجات للواقع المزري لتلك المناطق عموما بينما لم تعود الشعارات تقنع الأهالي بعدما شبعوا عودا لم يروا منها ما يتحقق على أرض الواقع